هذه اللؤلؤة أسرع الجنة إلى أخيها وقالت أخي سمعت صوتا غريبا من الكتاب عسك معتصم بيدها فقال هيا نرى ماذا في الكتاب فحست بطمع نينة وهي تقترب من الكتاب تلألأت قطرة ماء على صفحة الكتاب ونظر إليها معتصم بحيرة أما جنة فقد أشارت إليها وقالت هذه الكرة الصغيرة قد تكلمت فسألها أخوها كيف عرفتي ما أجملها إنها تلمع مثل نجمة في السماء أو لؤلؤة في البحر وتخيل الجنة أن لها عينين وشفتين وأنها تلقي عليها السلام ثم تقول لها أنت تعرفينني يا جنة وأنا قد عرفتك أنت قطرة ماء ما أجملك هل تعلمين من أين أتت هذه القطرة سأل معتصم أخته فأجابت بثقة من الكتاب طبعا بل من السماء من السماء كانت صغيرة صغيرة مع غيرها من القطرات على شكل غيمة ثم سقطت على الأرض مسكينة ألم تتألم كانت الأرض تنتظرها مثلما تنتظر قطرات أخرى كثيرة ألم تتألم عندما سقطت نظر معتصم إلى القطرة وقال القطرة تجيبنا أجابت القطرة وهي تلمع كنت بسرورة عندما نزلت على الأرض على حبات التراب مثل غيري من قطرات الماء فسأل الجنة وماذا فعلت بعد ذلك كانت البذور تنتظرنا فشربت وارتوت وبدأت تنمو كنت وصاحباتي بسرورات كنا نرى كل بذرة لها جذر ثم ساق صغيرة وكبيرت الساق وارتفعت إلى أعلى سنابل قبح صغيرة كانت جنة تستمع إلى قطرة الماء بشغف فسألتها إلى أعلى نعم أعلى التربة وأخذت أشعة الشمس تداعب حباتها الكبيرة وكنا فرحات فسنابل القبح قد أصبحت معضجة تبسم معتصم فقال القطرة أي أنها قد أصبحت جاهزة للطح وبذلك تأكل جنة الخبز والفطائر والحلويات عرفت الصغيرة أهمية قطرة الماء فقال لها أخوها بسم الله الرحمن الرحيم واجعلنا من الماء كل شيء حي فسبحان الله ففوجأ الجنة بحزن يكسو قطرة الماء فسألتها ما بك يا عزيزتي كنت تألم قطرات ماء كثيرة على الأرض لماذا؟ ولكن القطرة لم تجبها فالتفتت إلى أخيها تنتظر جوابا عن سؤالها أجاب معتصم تسقط قطرات الماء نقية عزبة من السماء وقد لا تصل إلى الأرض نقية فسأل الجنة كيف؟ تلوث المصارع والمركبات الهواء بدخانها فتتلوث قطرات الماء تخيلت جنة قطرة ماء ملوثة حزينة قد سقطت على نهر ومعها قطرات ملوثة كثيرة فلوثت بياهه حاولت القطرات أن تتخلص مما أصابها فأسرعت بالسباحة وتخلص من جزء وبقي جزء مسكينة أنت أيتها القطرات الملوثة قالت جنة بألم فأجابت قطرة مسكينة تلك المخلوقات الحية في الأنهار والبحار ومسكينة تلك الغابات التي تتعرض للمياه الملوثة سمع الجنة صوتا أذعجها القطرات تعاني من ثعان شديد بسبب ما أصابها فدخان المصانع والمركبات يؤذيها ويلوثها ما يلقي الإنسان من نفايات نفايات كثيرة في مياه الأنهار والبحار والمحيطات قالت قطرة الماء انظري يا جنة المذارع يحصد ثنابل القمح حبات القمح تلبع كالذهب تحت عشاعة الشمس وغاب الحزن عن جنة هي ترى صغارا وكبارا يأكلون وتتعمل قطرات ماء نقية انها تلمع مثل الآلة فيرتوي كل عدشان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر